موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث ناديكم الأول للصحافة في فلسطين وواجهتكم للتحليل السياسي الترحيب أيضا موصول ضيفي في السيديو دائرة الحدث لهذا اليوم الدكتور سميح شبيب الكاتب والمحلل السياسي تحياتي دكتور أهلا وصح كما اعتدنا دائما أن نتحول لجولة عنوين الصحف ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش التي فيها عنوين ساخنة وتأثيراتها ربما تكون أبعد من مجرد الحجم الفلسطيني أو أبعدها على القضية الفلسطينية إلى ما هو أبعد من ذلك لننتبه نبدأ جولتنا اليوم من الصحف المحلية ومن صحيفة القدس نقرأ باراك يدعو لفك الارتباط من جانب واحد في الضفة مع الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى التي تضم 90% من المستوطنين وبقاء الجيش في الأغوار وفي عنوان آخر الشروع في بناء 300 وحدة استيطانية على أراضي بلدة الخضر من القدس إلى صحيفة الأيام واللجنة المانحين تدعو لتسريع صرف الالتزامات غير المسددة وزيادة المساهمات للسلطة الفلسطينية وكتبت أيضا الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في الضفة نفقى بالصحف المحلية ومع الحياة الجديدة نقابات النقل العام توقع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات وتلغي جميع الإضرابات والإجراءات الاحتجاجية ونقلت عن الرئيس الإيراني أحمدين جاد إسرائيل ليس لها جذور في تاريخ الشرق الأوسط وسوف تزول إلى الصحف العربية نبدأها بالدستور الأردنية مستشار مرسي يرد على لبرمان ضرورات أمننا يحددها المصريون إلى صحيفة الرأي الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الفلسطينيين صحيفة الخليج الإماراتية كتبت خبير دولي يحذر من نزع صفة مراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية ومنحها للسلطة أما صحيفة الأهرام الرئيس الأمريكي يتجاهل ضغوط نتنياهو ويدعم دول الربيع العربي إلى الصحف العربية الصادرة في لندن نبدأها بالشرق الأوسط السعودية تقول تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي إحدى العقبات أمام جهود تحريك ودفع مفاوضات السلام إلى الحياة اللندنية الجيش الإسرائيلي يقول إن قذائف هون أطلقت من سوريا سقطت في الجولان أما الصحف الصادرة في إسرائيل ومن صحيفة معرف نقرأ كشف وثائق جديدة حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وبنغورين يكتب أنه ليس ملزما بقبول أوامر أمريكية وصحيفة يدعوت أحرنوت عنوانة أولمرت دفع ثمنا باهضا الحكم على أولمرت بالسجن مع وقف التنفيذ أخيرا معها أرتس أوباما لن يضع خطوط حمراء لإيران خلال خطابه اليوم في الأمم المتحدة إلى الصحف الأجنبية نبدوها من واشنطن بوس الأمريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب ترقية الفلسطينيين إلى دولة غير عضو في السابع والعشرين من أيلول أما نيويورك تايمز أوباما يجد دروسا قاسية فيما يتعلق بالدملماسية خلال الربيع العربي ونختم من زمان التركية إسرائيل تعد لضربة جديدة على قطاع غزة أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور سميح شبيب دكتور دعنا نبدأ بخطاب باراك أوباما في الأمم المتحدة لم تشير إليه عنوين الصحف اليوم ولكنها ستشير إليه غدا في دراسة سريعة وفي قراءة سريعة لما قالوا في البداية تحدث عن السفير الأمريكي الذي قتل في بنغازي في ليبيا وكأنه يستجل استعطافا عربيا وإسلاميا تجاه شخصية السفير وما أثر وما قام به في ليبيا ندد بالسخط والعمليات الإرهابية ضد سفارات أو على السفارات في الدول العربية من ناحية فرد كثير من الوقت على هذا الموضوع تحدث عن حق الشعوب في تقرير المصير عن العدالة عن ترك مغادرة الدكتورية إلى الديمقراطية وما إلى ذلك تحدث عن الأمم المتحدة بأنها صرح صرح أوجد لتحقيق هذا الغرض لكافة شعوب العالم مستثنيا من ذلك العالم الفلسطينيين رسالتان وجههما إلى الجانب الفلسطيني والإسرائيلي الأولى كانت بأن أعلى الفلسطينيين التوجه إلى المفاوضات لأنها سبيلهم الوحيد وأن الولايات المتحدة ستساعدهم وستمهد الطريق أمام ذلك من ناحية أخرى الرسالة الأخرى إلى إسرائيل بأن الجهود الدبلوماسية لم تستنفذ مع إيران وأنها لن تبقى مفتوحة إلى مال النهاية ولكن قال أن هناك مازال متسعا من الوقت من ناحية أخرى الباقي بما تبقى من خطابه كان دعاية انتخابية وكأنه طمأن للناخبين من أنه أنا حققت شيء أسامة بن لادن لم يعد موجود القاعدة ضعفت خرجنا من العراق خروجنا من أفغانستان سيكون في عام 2014 وما إلى ذلك بالإضافة إلى قضايا تخص أن دور الولايات المتحدة لن ينسحب من منطقة الشرق الأوسط وأنه سيبقى على اتصال مع حلفاء بمعنى الإدارة الأمريكية مع حلفائها في المنطقة لتحقيق مصالح الشعوب هذا الخطاب الذي لم يأتي بجديد على مستوى المواقف السياسية وإنما على مستوى الدعاية الانتخابية كيف ينظر له فلسطينيا على صعيد الضغوط الذي يتعرض لها الجانب الفلسطيني من أجل إحقاق حقه المشتزأ حتى الآن في دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة يعني في واقع الأمر أن هذا الانتخاب تضمن رسائل للأطراف جميعا الخطاب نعم الخطاب نعم وهذا ليس بغريب عن الإطلاق فهذا الخطاب يأتي في سياق الحملة الانتخابية نحن اعتدنا في الحملات الانتخابية الأمريكية أن الخطاب أو خطابات الرئيس تصنع بدقة وتوجه أيضا بدقة والهدف منها هو نيل أكبر كمية من الأصوات من أصوات الناخبين أعتقد أن ما تضمنه خطاب الرئيس أوباما هو كما ذكرت تماما ليس بجديد للإطلاق إنما نسقت هذه المواقف وتم التوافق بينها على أساس أنها تشكل منظومة من المواقف هذه المنظومة تخدم حملة الرئيس أوباما تحديدا نحن كفلسطيني ننظر إلى هذا الخطاب من هذه الزاوية كما ينظر إليه من زوايا أخرى أكانت إقليمية أو دولية أو حتى أمريكية داخلية والهدف منها هو كما ذكرنا يأتي في سياق الحملة الانتخابية التي يخوضها أوباما ويهدف من وراها عادل تجديد انتخابي ثانية في الانتخابات الأمريكية فلذلك دراسة هذه المواقف هي أيضا ليست بدراسة جديدة على الإطلاق نحن أعتدنا أن نسمع من الرئيس أوباما كلاما كالذي قاله هذا اليوم تعديدا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونأمل أن تتغير تلك المواقف ولتصل إلى درجة التوافق ما بين الشرعية الدولية وبين الخطاب الأمريكي الذي يخدم المصطحة الأمريكية ما الذي سيغير هذه المواقف على الصعيد الفلسطيني قبل أن ندخل في تفاصيل الإسرائيلي منها؟ نعم هي عملية معقدة جدا من المعطيات بعضها صحيح فلسطيني إسرائيلي ولكن بعضها الآخر إقليمي الآن الدور الإقليمي له أهمية قصوى ما يحصل في سوريا سيكون له تبعاته وأثاره على مجمل الوضع في الشرق الأوسط ومنه القضية الفلسطينية أيضا ما يدور في مصر وما سترسل أمور عليه أيضا له تأثير مباشر على مرآة الصراع العربي الإسرائيلي أضف إلى ذلك أن التوازنات الدولية الآن والتي نشهد بعض صفحاتها الجدد في الأزمة السورية هذا الأمر أيضا سيتطور وسيرسو على نحو أو آخر وهذا له شديد التأثير على المواقف الأمريكية أزاء قضايا الشرق الأوسط وغيرها من القضايا طيب مسألة ما قاله هود براك بأنه ينبغي على إسرائيل أن تنسح من معظم الضفة إذا فشلت المفاوضات والحديث عن ضم المستوطنات والحديث عن بقاء عسكريا في منطقة الأغوار وما إلى ذلك هذا الطرح لم يكن جديدا كان متوقع وكان تحدث فيه أكثر من مسؤول إسرائيلي من قبل ولكن أن يأتي على لسان وزير الجيش الإسرائيلي الآن وفي هذا التوقيت قالت القيادة الفلسطينية بأنه تهديد مبطن لقطع الطريق على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة نستذكر وطبعا هناك رفض من الفصائل الفلسطينية من حركة فتح وغيرها لمثل هكذا سيناريو يمكن أن يفرض على الجانب الفلسطيني ولكن استذكرت بعض وسائل الإعلام تصريحات لقادة في حركة حماس حول ترحيب سابق كان في عام 2007 أنه إذا انسحبت إسرائيل من أراضي الضفة الغربية فإنها ستسيطر على الضفة الغربية كما سيطرت على قطاع غزة هذا الكلام دعنا نضعه في إطار الأحداث الأخيرة أحداث نابلس مثلا أحداث الخلافات ما بين حماس الداخل وحماس الخارج عدم ترشح أو رفض ترشح أبو الوليد خالد مشعل لرئاسة المكتب السياسي لولاية أخرى أقرأ عفوا أسامة حمدان لقناة الجزيرة تحدث في برنامج ما وراء الخبر قال بأنه لا يجب أن ينحصر الحراك الحمساوي في قطاع غزة فقط ولا يجب الاستغناء وكان فهم من كلامه تصغير للدور الحمساوي أو لحماس الداخل في قطاع غزة من ناحية أخرى نرى محمود الزهر يتقرب أكثر إلى طهران أو حماس الداخل تتقرب أكثر لإيران موقع ديبيكا فايل قال في وثيقة حماس توافق على الانضمام للحرب في أسبوع اللقاءات في إيران وفي لقائين مع نصر الله وافق زعماء حماس على الانضمام للحرب مع إسرائيل إلى جانب إيران وسوريا وحزب الله وتحدثت الوثيقة أو الخبر عن أكثر من زاوية لهذا الطرح أو لهذه اللقاءات أو لهذه الاتفاقية التي وقعت عسكريا بين قادة حماس وإيران الحديث عن أن إيران تريد أن تفحص ولا حركة حماس الداخل مقابل الدعم المالي والعسكري لحركة حماس في القطاع من ناحية أخرى الولاء تجاه مصر أو مصر كيف ستتصرف حركة الإخوان المسلمين كيف ستتصرف مع حماس كل هذه الأحداث تتزامن أيضا إذا بدك نضيف فوقها السفير القطري في غزة والحديث عن إعلان المؤتمر الصحفي الأخير بينه وبين إسماعيل هنية في القطاع عن إعادة الإعمار وتنمية القطاع بأربعمية وخمسين مليون دولار متناسين بذلك الملف المصالحة وكأن ذلك لم يعد على الطاولة كل ذلك ينذر بشيء ليس جيدا نعم تقدمت بعرض فعلا متشابك غني ومعقد ويحتاج فعلا إلى جلسات كثيرة ولكن بإيجاز لنتابع النقاط التي طرحت في هذا الاستفسار أو التفاء المطارحة أو اللي بدك سميه النقطة الأولى كثير من الإسرائيليين ومنهم يهود براك يقرؤون التوجه للأمم المتحدة كان مجلس الأمم أو جمعية العامة للمتحدة بأنه عمليا مرحلة ما بعد الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي أو مرحلة ما بعد أوسلو أو أن هذا التوجه سيأخذ منحان لم تكون له المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أي دور وبالتالي فإن هناك تساؤلا إسرائيليا بأنه إذا تم التوجه وهم باتوا على يقين بأن الفلسطينيين سيتوجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى الأغلب والأرجح أنهم سينولى صفة الدولة غير العضو في هذه الحالة الأسرائيليين يدركون غيرهم أن هذه الأراضي لم يعد متنازعا علينا وإنما محتلة وفق القانون الدولي وبأن الاستيطان والجدار وغيره هي أعمال عدوانية يبيح القانون الدولي مقاومتها والمفاوضات متوقفة إذن ما هو الحل؟ ما طرحه يهود براك هو طرح ليس بجديد كما ذكرت سبق هناك طروحات لحزب العمل طرحات هناك خطة لألون أيضا كانت قد طرحات أدخل عليها تعديلات ونوع من الاجتهادات ولكن ما طرحه يهود براك يأتي في سياق الخبث خبث حزب العمل وخبث الطرح الإسرائيلي عندما يقول مثلا إجلاء المستوطنات باستثناء الكتل الثلاث هذه الكتل الثلاث هي الأساسية هي التي تقسم الجغرافيا السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وتحول دون توحيدها هذه نقطة نقطة أخرى أن هذه المستوطنات في حال بقائها فوق الأرض الفلسطينية عمليا لا تقوم دولة متواصلة الأطراف في الضفة الغربية وهو ليس مطلوب أن تقوم في الضفة الغربية المطلوب أن تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرخية هذا من ناحية من ناحية أخرى أنه في حال انسحاب إسرائيلي من طرف واحد هذا ممكن من الناحية العملية أن تقوم إسرائيل كما فعلت في قطاع غزة ولكن ما تقول حركة حماس بأن هناك سيطرة أو غير سيطرة أنا أستمع ذلك ما كان موجودا في غزة هو ليس موجود في الضفة الغربية على الإطلاق لا في توازنات القوة بين الفصائل ولا في قوة حركة حماس ولكنه ينم أيضا هذا التصريح ينم على روح عدوانية لانتزاع الشرعية من منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هذا مش سر كمان يا دكتور يعني أفعال حركة حماس تحديدا الداخل واضحة يعني وكأنه بتقول هذا الكلام وإن لم تلفظه قولا فهي تفعله فعلا لا صحيح ولكن هذا الإجراء الحمساوي أو الذي يتضمنه تصريح حركة حماس أنهم سيطرون هو يأتي على نحو التكامل مع الطرح الإسرائيلي يعني إسرائيل تنسحب من مناطق هم يسيطرون على مناطق ينشأ كيان أو بين مزدوجين دولة أو أمارة أو لفدكية هي غير دائمة الحدود يعني لا تأتي وفق اتفاق سياسي له مرجعياته الدولية لا ما هو لا حماس بدها أصلا اتفاق سياسي ولا إسرائيل بدها اتفاق سياسي فالتقاء المصالح عند الخرقين والد فالتقاء المصالح هذا يعني بحكي أنا عن فلسفة خطاب حركة حماس كيف يتكامل مع الإسرائيلي إن شاءوا أم أبوا من هنا أيضا نستطيع أن نشير أنه داخل حركة حماس نمى خط سياسي وتطور وأصبح أكثر تقدما يمثله خالد مشعل ومن معه وتيار آخر كان له تماس بالحركة السياسية الفلسطينية والإقليمية والعربية والدولية أيضا هذا الخطاب تطوره وعبر عن نفسه بتوجه واضح في قطر عندما تم التوقيع على هذا الاتفاق هذا الاتفاق رفض في قطاع غزة من قادة حركة حماس وعلى نحو ضيق أو تفكير ضيق أو تفكير جهوي لنقول أنه تفكير جهوي ولكنه قوي لأن سيطرة حركة حماس على اقتصاد وأمن ومؤسسات قطاع غزة أعطى لهذه المجموعة قوة أعلنت عن نفسها بأن خالد مشعل لا يمثلها في هذا التوقيع هناك أيضا وهذا ليس بسر عطلاق نوع من الصراع الداخلي ظهرت علائمه وبوادره وبعض أشكاله في المؤتمرات الفرعية لحركة حماس وتوجه في إعلان أبو الوليد خالد مشعل بأنه لن يرشح نفسه ثانيتا وأصبحت دائرة الانتخابات لرئاسة المكتب السياسي تدور حول أسماء معظمهم من قطاع غزة هذه الأمور كلها يعني تعبر على أن الخلاف داخل حركة حماس هو خلاف ذات طابع سياسي والطابع السياسي بينها قوة تقدمت ونمت في ظل المناخات السياسية وقوة تقوقعت وأصبح لها مصالحها الاقتصادية ولا أكتب اسمح لي قبل أن تغادرها هذا التقوقع إن صحها بمفهوم التقوقع السياسي أو بمفهوم ما يجري في المنطقة كيف نفسر دعم القطر مثلا لهذا التوجه بأن تقيم مثلا أو تعيد فتح سفارتها في قطاع غزة وأن يكون فيه سفير في قطاع غزة لم يكن بالأولى أن يكون هذا السفير مثلا في الضفة الغربية تحت إطار التمثيل الفلسطيني الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية هذا تساؤل كنا طرحناه سابقا ولكن توجه القطري عن ماذا ينم حتى وإن قالوا من أنه شركات خاصة التي ستشرف على الإعمار أو أنه التوافق لعملية إعمار غزة ولسنا ضد الإعمار ولكن لم يكن الحديث في البداية أن يكون منضويا تحت إطار المصالحة هذا بالتأكيد وللأمانة والإنصاف أيضا علينا أن نقول بأن قطر سعت في المصالحة وحاولت المصالحة وقطر أكثر الدول العربية التي تدرك أين وصلت الأمور وما هو سبب عرقلة هذا الاتفاق هي تدرك ذلك وتدركه جيدا ولكن أيضا من ناحية أخرى نرى بأن قطر تحاول أن تلعب دورا سياسيا في إقليمه في العالم العربي في لبنان وفي سوريا وفي ليبيا أيضا يعني ليبيا أرسلت بعثة أثناء الثورة الليبية وكان لها دور ما معين وستعملت في جزء من التمويل للتدخل الخارجي نعم لأن سياستها الخارجية باتت تملي عليها نوعا من التدخل في الشؤون كي يكون لها دور ما معين الدور لإعمار في قطاع غزة يأتي في مجال ما محدد هو مجال إنساني مجال إعماري مجال تطويري ولكن أيضا له بعد سياسي لا يمكن أن نعزله عن بعد السياسي على الإطلاق نعم ولكن التساؤل هنا إذا ظهرت موادر فلسطينية فلسطينية لمصالحة هل قطر ستقف ضدها؟ لا لم تقف ضدها طيب في الوضع الراهن هل هي معنية بالاستفادة مما هو قائم؟ الجواب نعم هي معنية بالاستفادة مما هو قائم طيب فيما يخص حماس وموافقتها على خوض بحسب موقع ديبكا فايل هل تعتقد بأنه إذا فعلا بدأنا نلمس التوتر على حدود الجولان مثلا في آخر اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظام السوري التأهب الإسرائيلي على تلك المنطقة وإجراء مناورات استعدادية لذلك مسألة انضمام حركة حماس للحرب إن وقعت أو استعدادها أو تقديم ورقة لإيران بأنه يمكن الاعتماد عليها في هذا الجانب بعده السياسي أيضا أين؟ يعني بين حماس الخارج وتوجهها الذي أصبح يميل أكثر إلى يعني كما نرى أكثر إلى الإخوان المسلمين في مصر بفكرهم المنفتح أكثر للانخراط فيما يجري وبين حماس قطاع غزة التي تذهب أكثر تجنح إلى إيران وإلى خوض مغامرة عسكرية تساؤل هو للشعب الفلسطيني رهينا لمثل ذلك الفعل يعني تاريخيا منظمة التعارف الفلسطيني والعمل الفلسطيني ابتعد عن رهن الفلسطينيين أو رهن القضية الفلسطينية لمصالح وصراعات إقليمية أو دولية كان ينقى بنفسه حفاظا على كيانته السياسية وعلى شعبه وعلى مستقبله وعلى مصيره وبالتالي فإن حركة حماس عندما تقترب أكثر من إيران هذا شأنه السياسي ولكن أن ترهن جزءا من الفلسطينيين والجغرافيا الفلسطينية لمصالح إيرانية إقليمية في صراع إقليمي فهذا ليس من حقها هذا تضحي بجزء من الفلسطينيين والجغرافيا الفلسطينية لمصالح إقليمية هذا رأيناه بوضوح عندما اشتد الخلاق داخل حركة حماس حماس وجدنا أن تيارا بدأ يقترب من حركة الأخوان المسلمين والمركز القيادي لحركة الأخوان المسلمين في المصر ولأينا أيضا نوعا من الابتعاد من بعض قادة حركة حماس والاتجاه نحو إيران هذا لا يأتي في سياق التمويل فقط التمويل الإيراني لحركة حماس كنا في تلك الحقبة أو في تلك الفترة نقول أنه ممكن تبادل أدور ولكن بدأ الأمر أكثر جليا اليوم عندما زار مشعل القاهرة وعندما زار محمود الزهر متزامنا مع ذلك وإسماعيل هنية إلى إيران هذا يأتي في سياق خدمة صراعات داخلية بمعنى أن صراع السياسي أنا كحركة حماس مع هذه الجهة داخل حركة حماس يقتضي نوعا من التغطية من إيران والآخر هكذا هذا يعني يضر في القضية الفلسطينية يضر بمصالحها وفي نهاية الأمر لا يخدم لا حركة حماس ولا القضية الفلسطينية طيب نفس الإخوان المسلمين تجاه حماس قطاع غزة كيف أو حماس الداخل كيف سيكون شكله إنما فعلا يعني ثبت مسألة الاتفاقية العسكرية بين حماس الداخل وإيران صحيح هل ستصمت حركة الإخوان المسلمين لأن سيناء ستبقى عليها علامة سؤال في هذا الموضوع لا أعتقد بأن مصر قد تجازف بأمنها القومي لصالح إيران أو لصالح حركة حماس هذا صحيح حركة الإخوان المسلمين الآن لم تعد حركة حركة سياسية ذات يعني لها اتجاه واحد أو لها يعني بعد واحد هي باتت في الحكم الآن والحكم في مصر يقتضي الحفاظ على الحكم ويقتضي أيضا الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية أكانت هذه المصالح الوطنية تدخل فيها اعتبارات حركة حماس أو غير حركة حماس لأن هذه الاعتبارات هي مصالح عليا وبالتالي فإن مصر لا تتورى لا تتورى إطلاقا أن تتخذ الإجراء المناسب لحماية مصالحها الوطنية العليا جاء ذلك متوافقا مع حركة حماس أو مخالفا لها وقد خالفها في فتح معبر رفاح ما جرى عمليا هو خدمة المصالح الوطنية المصرية العليا ما تقتضيه المصالح المصرية العليا وليس كما تقتضيه مصالح حركة حماس على سبيل المثال هل ستقدر حركة حماس الداخل أن ترقص فيه عرسين عرس إيران وعرس الإخوان المسلمين في مصر لا أعتقد ذلك هذا الرقص المزدواج هو سيخلق نوعا من التناقض والتباعد سيعبر عن نفسه ليس بصراع داخلي وإنما بانشقاق داخلي فيما بعد وهذا الانشقاق لا يرحم سيقال به ما يقال لأن هذا التباعد في المصالح الإقليمية والزعامات لنقول هناك زعامة لمصر وهذه الزعامة الآن يطمح الرئيس مرسي أن يطورها وأن تأخذ مصر دورها وإيران تحاول استلاب مصر والسعودية زعامتها لكي تكون لها الدور الأكبر في الشرق الأوسط أنا للأسف داركني وقت البرنامج دكتور ولكن طبعا للحديث باقيا نتابع يوم غد في باقي التفاصيل مع ضيف آخر شكري الجزيل لك الدكتور ساميح شبيب الكاتب والمحلل السياسي على هذه الإطلالة شكرا لك أهلا وسهلا مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية إلى زاوية الكاركاترية فلتتفضلوا دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة